بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليهم ورحمة الله وبركاته درسنا في فضل عبادتي بالليل عن عمر بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكون رواح التنميذي وصحاو الألباني أميالو تالاتنا رواح التنميال ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 نانسي قنقر